بس أكم الله بالخير أنا عبد السلام اليمني كاتب راي نشكركم على إيطاحت هالفرصة سؤالي للأستاذ علي الأستاذ ماجد القصبي ركزت الرؤية وبرامج التحول على توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص وأنه الهدف هو لحيقود التنمية اللي سمعته اليوم 80 شركة من صندوق الاستثمارات العامة كل يوم أرامك وتعلن لنا مشاريع وسابك تعلم مشاريع وين القطاع الخاص كيف حيقود التنمية هل هو في الحفر والسفلتة والمقاولات أو هو حيكون شريك في قيمة مضافة معينة يعني إذا إحنا في الصناعات التحولية ما نوسعها حنمشي على نفس النمط السابق وأنا سريع جدا في المشاريع الصغيرة والمتوسطة قرأت عن تجربة الهند وبنجلادش أرجوك لا نضيع هالوقت اللي أضعناه 30 سنة إنشؤوا بنك لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة أنا سمعت رئيس مجلس إدارة بنك يقول لن نقرب بين الأونر منه الضامن إنشؤوا هذا البنك السؤال عفوا موجه لمن إنشؤوا البنك وداخل الصندوق لدعم الصناعات التكنولوجية حتى شكرا جزيلا ما في شك إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الأساسي لإقتصاد أي دولة ومثل ما قلت في حديث السابق إن حنا أغفلنا هذا القطاع سنين عديدة وعقود عديدة اليوم عملنا استراتيجية للمنشآت الصغيرة كيف تشارك كيف تنظيم أسسنا الهيئة بل أهم والأهم نظام المشتريات والمنافسة الحكومية الجديد اللي اكتمل الآن وعد عداده واستقمل عداده تم استشارة القطاع الخاص في الرأي حدد نسبة محددة لمشاركة المنشآت الصغيرة فبالنسبة لمنشآت الصغيرة والمتوسطة لابد أن ينمو هذا القطاع ما في شك هذا واحد اثنين هناك الآن توجه ودراسة كاملة لتأسيس هل نؤسس صندوق كامل لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة أم حنا عندنا الآن أسسنا صندوق اللي هو رأس المال الجريء برأس مال ثنين وثمانية مليار الآن وضمن الحوافز وخصص له المبالغ بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة فهذا جاري دراسة نأسس بنك مستقل وصندوق مستقل رغم أنه في موافقة من المجلس لتأسيس هذا الصندوق ولكن جدوى الصندوق ومن هو الشريك المعرفي والشريك الخبير لتأسيس هذا الصندوق والطرق ثلاثة بالنسبة للقطاع الخاص ما في شك في الثلاثة سنين اللي فاتت قد يكون هناك فعلا صار فيه كماش صار فيه فترة الآن فيه انفاق مثل ما قلت انفاق رأسمالي انفاق استثماري وانفاق تحفيزي يعني كامل الأوراق الآن والثنين وسبعين مليار اللي أعلنت لتحفيز القطاع الخاص بالإضافة إلى برنامج ريادة الشركات الوطنية اللي أقوده أنا الآن هذا البرنامج يستهدف إلى دعم الشركات الوطنية الرائدة استهداف مئة شركة حين تواصلنا مع 400 أوردي نستهدف مئة إنها تروح عالمية والدولة ستدعم هذه الشركات في شراءها واستحواتها في إعطاءها قروض في تمكينها من الخروج إلى أسواق عالمية وذلك ليش؟ من أجل خلق فرص وظائف داخلية من أجل الناشنال براندينج وإلخ وإلخ فاطبعين أنه هناك في خطة كاملة ومكتملة وإن شاء الله لتمكين القطاع الخاص تفضل بس أضيف أن الجهد اللي يتفضل فيه الدكتور ماجد يعني أحنا في منظومة الصناعة ونتتكلمت عن الصناعيين نعمل كيد أخرى مكملين لهم أعطيك مثال أسبوع الماضي كان هناك منتدى اكتفاء في المنطقة الشرقية ثلاثمائة شركة صغيرة ومتموسطة تم دعوتها وأخذ بأيدي هذه الشركات لتكون مورد ومصنع ومقدم خدمات لهذا البرنامج شركة جي إي عندما أتوا وتحدثوا عن يعني إنشاء مصانع عملاقة للتوربينات وغيرها مما يقومون بها أصرينا معهم أن يكون هناك سلسلة إمداد من الموردين ودعوا مورديهم من جميع أنحاء العالم بما في ذلك من المستثمرين السعوديين من صغار ومتوسطي المستثمرين لإنشاء سلاسل الإمداد فعندنا عمل مشترك مع هيئة المنشآة الصغيرة والمتوسطة ومع وزارة الاستثمار ومع القطاعات الأخرى ومشروع صندوق كفالة لدعم هذه الشركات فأكد لك نحن مش مركزين فقط على سابك وأرامكو في منطقة صناعية كبرى وضع حجر الأساس لها سيدي خادم الحرمين الشريفين خلال زيارة الجبال قبل سنة تقريباً وهي الصناعات التحويلية والتي في مجملها بتكون صناعات مستحدثة ومستثمرين جدد ونفس الشيء في قطاع التعدين والقطاعات الأخرى في صدق بيت أضيف في عندنا اللي هو صندوق الصناديق اللي تم ذكره من معالي الدكتور ماجد صندوق الصناديق اللي هو موجود في الأسميز وموجود في كل القطاعات والآن اللي بنستثمر حنا في مدرس صناديق مدرس صناديق هذول ممكن يكونوا شركات سعودية مدرس صناديق سعودية أو أجنبية تستثمر في السعودية هذولا بيسوون عندنا إيكو سيستم كامل بالنسبة لللي بغوني بتدون في الأعمال موجودين جايين للمملكة وبيعطوا تشجيع جدا كبير بالنسبة للمستثمرين الجدد إضافة لذلك على ما أعتقد وزارة التجارة جالسة تنظر إلى الأنظمة اللي هي تحط ضمانات للأنترو بنورج هذول ولا بالنسبة للمستثمرين الجدد اللي موجودين فبالتأكيد ما نحن ناسين القطاع الخاص القطاع الخاص ماشيين معه وحن نجاسين نحاول نحفز القطاع الخاص لأنه الانفاق الحكومي شيء جزء واحد من معادلة الناتر القوم المحلي الآخرين لا بد يكونوا موجودين والقطاع الخاص هو العصب الأساسي للاقتصاد الواطني